لا مش كده بس وتوقفوا عند ذلك ولكن فيه إنجاز آخر فريق الشبات أو فريق الأنسات لكرة السلة نجحنا النهاردة أنهما يحسموا لقب أو الترتيب 11 على مستوى العالم من 16 فرقة أيضا وهو ترتيب هو الأفضل على مدار التاريخ لفرق الشبات أو الناشئات على مدار التاريخ في كرة السلة ودي حاجة جيدة تسعدنا طالما بناخد خطوة قدام أكيد كلنا مبسوطين وكلنا سعداء وده أكيد مجاش صدفة ده أكيد مجاش صدفة يعني ده أجيد طبعا نجمتنا جانا الألف اللي أنا بطلع من الخبر بقى روح عليها نجمتنا اللي بتتلقى الأحضان من فرقتها نجحت بشكل كبير إنها تقدب طولها رائعة النهاردة عاملة مباراة قدام نيوجلندا تحديد المركز 11-12 مباراة رائعة الحقيقة كبيرة جدا يمكن حتى 32 بونت رقم مفزع يعني الفريق كله حاطت 69 صح ولا 65 ايوة هي حاطة 32 بونت وفوزنا على نيوجلندا 69-47 جايبة 26 ريباون جانا الألف ما شاء الله جايبة إيفيشنسي 36 بلس 36 إيفيشنسي وهو رقم عالي جدا في كورة السلك إيفيشنسي يعني هي بيجيب 12-13 إيفيشنسي 15-20 بيبقى عدة ما بالك 36 جانا بالمناسبة خلينا نتكلم عنها هي بنت الكابتن الكبير إيهابي الألفي وهي بتدرس دلوقتي أو بتلعب دلوقتي في NBA Global في استراليا كأول عربية أول أفريقية تشارك في هذا الحدث الكبير يمكن هما بيأخذوا أفضل لعيبة بسكت بول على مستوى العالم على مستوى العالم في كامب من كل ألعاب على فكرة فجانا هناك موجودة المسؤولة عن البسكت الـ NBA في هذا الكونباوند الكبير هتلاقي رفع أسقال بوليبول كل أفضل شباب وشابات على مستوى العالم موجودين دلوقتي في استراليا جانا الألف معهم وبالمناسبة جانا الألف كان نزل لها بوست على صفحة السفارة الأمريكية بيهنوا جانا الألف إن هي راحت هذا الكامب كأول مصرية وأفريقية تشارك في هذا الحدث هو الأكبر للناشئين على مستوى العالم واختيار أي لعب بيكون بعناية جيدة وبيكون لي مستقبل فاللي احنا شايفينه من جانا ده مش غريب جانا لما يكون عندنا بقى 3-4 جانا يبقى منتخبنا يخش رابع خامس على فكرة الموضوع مش صعب إنت لو قدرت تقف جنب العيبتك تطلع برة وتروح في أكبر دوريات أو أكبر جامعات أنت كده بتضمن وانت مغمط أن أنت توصل أدوار جيدة جدا في بطولات العالم في كرة السلة فالحقيقة أنا حبيت أشيد بالاتحاد وأشيد بالإنجاز للمديرين فنين كل التحية لكل مديرين فنين سواء للناشئات أو أنا بتهيق لي الناشئات كان مدير الفني كابتنا ماد محمود صح أنا بتهيق لي صح مزبوط آه كابتنا ماد محمود وهو ضفنا على طول في بنامج أبطال والستوديو الأبطال من هنا احنا طبعا بنحيي وبنبركله وبنبركله كل الجهاز الفني هنا وهنا وبنبركل الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات حقيقة حاجة جيدة جدا تبسطنا الحقيقة أنا بس عايز أتطرق لفريق كرة السلة في النادي الأهلي ناس بتسألني حتى في الشارع وأنا ماشي الفريق أخباره إيه وصل إيه بصوا يا جماعة عشان أفهمكم حاجة مهمة جدا دلوقتي المنتخب منتخب مصر هو اللي بيشارك عندنا فيه ويندو التالتة هتبقى في تونس في نهاية شهر أغسطس القادر وهي الأهم على الإطلاق مطش واحد يطلعنا كاس عالم بالنسبة كبيرة وهو مطش تونس بتونس صعبة مش صعبة تونس بتتلقى لتاني مرة هزيمة من جنوب السودان المباراة في تونس صعبة آه لا لعبت في صالة يعني المنسترلي تقريبا حاجة زي كده في تونس وهي صالة بتقتز بالجماهير ولكن مولادنا قادرين جلده قادر يعني احنا كسبنا تونس تونس احنا ورانا بنقطة لو كسبنا تونس بقينا تاني وراء جنوب السودان وبيتأهل أول وتاني إنما لو لقدر الله لقدر الله خسرنا من تونس تونس بقت زينا والمطشين اللي الليع بعد كده على ملعبها فإذن هيكون ليها هي الأفضلية فإذن مطش تونس والبنسبة هو أول مباراة 26 أغسطس هيبقى مطش تونس فمنتخب مصر بيعسكر دلوقتي ومستعد نتمنى كل التوفيق بالتأهل لكاس العالم عشان نكمل السلسلة أو سلسلة النجاحات اللي ماشيين فيها هذه الفطرة طيب هنروح بعد كده للنادي الأهلي اللي هو يعني عايز أقول الخبر دلوقتي لعبتنا مع الفريق مستر أغسطي بوش في أجازة طبعا وضع طبيعي جدا كل المدير الفنيين في أجازة مش هو بس وهيرجع في بداية أغسطس بداية أغسطس يعني خلاص أسبوعين تقريبا أو أقل من أسبوعين هيكون موجود في القاهرة عشان يتولى تاني مسؤولية بقى دارة الفريق ويشوف الدنيا فيها ايه طيب من وجهة نظري عشان بس ما تقولوش أن أنا يعني عندي أخبار أو حاجة بس دي من وجهة نظري أنا مش شايف يعني ممكن يبقى في صفقة مدوية الموسم ده في الباسكت مش عشان حاجة عشان فرقتنا بسم الله ما شاء الله مكتملة الأركاب طيب هتقول لي يا كابتن طمزيات الخير خيرين لا هنا في نقطة مهمة جدا أنا عندي طالع من ناشئين عدد كبير جدا من لعبين ولعبين أي نادي يتمناه هي دي الصفقات هي دي الصفقات صفقاتنا هي ناشئنا دي موجود نظري يعني أنت الجمهور بيقولك طب إحنا فين ما هو إحنا بصينا حتى في الأندية الأخرى ما فيه الصفقات في كورة السلق المعروض اللعيب الكبار ماضين مع فرقه فيش حد فريق زي ما حضراتكم متخيلين ولكن صفقاتنا الحقيقة هي لعبتنا الناشئين ومستر أجوستي بوش نجح باقتدار أنه هو يقدر يعرف الناس ويوري أن ناشئنا على قدر عالي من المسؤولية طيب إيه الجميل كمان أن قطاع كورة السلق يعني تعاقد مع رئيس قطاع ناشئين أسباني ونفس الوضع بالنسبة لكورة اليد وأنا كنت مبرح في النادي وحضرت أحد التدريبات أو إشراف الرئيس الجهاز الجديد الأسباني على تدريبات كورة السلق وبيتكلم في تفاصيل التفاصيل وبالمناسبة هو عنده تو بلان وهي إن شاء الله يكون دفنا أو عنده خطتين شورت تيرم بلان ولونج تيرم بلان يعني خطة قصيرة الأجل اللي هي المكسب أكيد طبعا هو عايز يكسب أكبر بطولات في قطاع الناشئين ولونج تيرم هو يغزي المفريق الكبير باللعيبة المستويات عالية فهو يعني بدأ انبارح النهاردة كان انبارح التدريب شكله حاجة كويسة جدا وتفرح فيه كنترول شايف متابع مهتم جدا بهذه القصة طيب فريق الباسكت عندنا هيبتدي إمتى؟ عندنا بطولة عربية هي أول شيء لنا يوم 8 أكتوبر 8 أكتوبر أولنا في البطولة العربية هتكون فيها هتكون في الكويت بطولة صعبة غير اللي كانت هنا في اسكندرية ليه صعبة؟ بطل أفريقيا المنسترلي هيشارك في بطولة كحامل أفريقيا وعايز يشارك عايز ياخد اللقم عندك النادي الأهلي نادي الاتحاد مشارك عندك كويت الكويتي مشارك البطولة صعبة البطولة صعبة تصور نادي الأهلي يابع الرسمة معتبط دوري إمتى بعد بطولة عربية يعني أنا تصور الدوري مش قبل عشرين عشرة هنطالق دوري المرتبط حبيت ألملك كرة السلة كده سريعا سواء منتخبات أو أندية معلش ما فيش أحداث كتيرة ولكن المهم إن احنا نتكلم عن ما هو قادم خاصة للمنتخبات والنادي الأهلي